السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد فإن توفيق الله عز وجل للعبد لا غنى عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فمن وفقه الله جل وعلا لتزكية نفسه فقد أفلح ونجح ومن أعلى مراتب توفيق الله جل وعلا لعبده أن يحبب إليه الإيمان والطاعة وأن يبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان وهذه المرتبة هي التي نالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وألموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان قال ابن القيم رحمه الله يقول جل وعلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو لا توفيقي لكم لما أدعنت نفوسكم للإيمان فليس هذا الإيمان بمشورتكم فأنا الذي حببت إليكم الإيمان وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم الكفر والفسوق والعصيان أيها الإخوة الفاضل التوفيق من الأمور التي لا تطلب إلا من الله ومن طلبها من غيره فهو محروم قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذه الهداية هي التي يسميها العلماء هداية التوفيق قال ابن القيم رحمه الله وأجبع العارفون بالله على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذران أن يخلي بينك وبين نفسك ولذلك جاء التوجيه النبوي الكريم في الحديث الذي رأوه أبو داود في سننه من حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوات المكروب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفتعي وكثير من الناس يعتقد أن من أوطيه مالاً كثيراً أو منصباً أو جاهاً أن الله تعالى وفقه وليس الأمر كذلك فقد أخبر جل وعلا عن الإنسان أخبر جل وعلا عن هذا الأمر وأن الأمر ليس كما يظن الإنسان قال سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه في رزقه فيقول ربي أحاناً ليس الأمر كذلك فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الصواب أن الموفق هو الذي إذا أعطي منصباً أو مالاً أو جاهاً استخدمه في طاعة ربه وفي مرضاته وفي نفع إخوانه وفي نصرة دينه هذا هو الموفق والمخذول إذا أعطي المال طغى وتجبر قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى وقال تعالى عن نبي الله سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما راه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أيها الإخوة الأفاضل من توفيق الله جل وعلا لعبده أن يعرض هذا الخير على أناس فيردونه ويعرضوا أعلى آخرين فيقبلونه وهذا من توفيق الله عز وجل لهم النبي عليه الصلاة والسلام مكث أكثر من عشر سنين وهو يدعو إلى الإسلام يدعو القبائل فلم يستجيبوا له واستجاب له الأنصار وأووه وعزروه ونصروه ونالوا بذلك الشرف العظيم في الدنيا والآخرة ومن توفيق الله جل وعلا لعبده أن يوفقه لعمل صالح في آخر حياته ثم يقبضه عليه كما جاء في مسلد الإمام أحمد من حديث أبي عمر الخولاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا راد الله بعبده خيرا عسله قال وما عسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه وروا كذلك البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار غلاما يهوديا كان يخدمه وهذا الغلام قد مرض وهو على فراش الموت فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم فقال الغلام أو نظر الغلام إلى والده اليهودي فقال له أطع أبا القاسم فأسلم الغلام ثم مات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار وفي رواية فلما مات قال صلوا على صاحبكم ومنها كذلك من توفيق الله جل وعلا لعبده أن يوفقه لعمل قليل وأجره كبير كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مقنع بالحديد في إحدى غزواته وقال يا نبي الله أسلم أو أقاتل قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل فأسلم فقاتل فقتل قال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا ولذلك قال بعض أهل العلم أنه لم يسجد لله سجنة واحدة ومع ذلك نال الشهادة في سبيل الله فمن اتقى الله جل وعلا وملأ الإخلاص قلبه وعلم الله منه صدق نيته وأكثر من دعائه فقد أخذ بمجامع الأسباب الموصلة إلى توفيق الله تعالى والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رين الحق حقا وارزقنا اتباعها اللهم رين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين